طيب ما دمت انت صفقات بقى وتعاقدات خد دقى بقى فتح بيتمسك بالمساواة بالسعيد في الاهل وبيطلب 14 مليون جنيه ده على مسؤولية الوطن طيب خلاص على مسؤولية الوطن هنقول بيه ايه واظن عبقى وان واحد يقول انا عايز فلان يعني ما اظنش ان ده حصل يعني وما اظنش ان الرقم ال 14 مليون جنيه ده يعني هو رقم حقيقي يعني انما الكلام المهم جماعة برضو علشان الجمهور بيتابع حكاية التجديد لعبدالله احمد فتحي باهتمام شديد طبعا عبدالله وفتحي نجوم دوليين كبار جدا جدا قوة اساسية للمنتخب الوطني مش بس للنادي الاهلي لكن فيه اعتبارات كتيرة اوي يعني عبدالله سعيد ممكن يكون عنده عرض من بره احمد فتحي كانت جات لعروض من بره فكرة انه الاتنين او اي لعب مهم في الفريق عقده يتأجل تجديده لغاية الشهور الاخيرة مسألة في حسابات المحترفين ما بتبقاش دقيقة اوي يعني ربما كان من الافضل للحفاظ على استقرار الفريق وقوة عشواندس كانت التجديدات دي تمت من السنة اللي فاتت التأجيل لاخر وقت ربما هو ده اللي بيخلق هذه الصعوبات بالذات اي لعيب في مرحلة متأخرة من عمره الكروي بيبقى عنده حسابات مالية كتير جدا وفي نفس الوقت عنده اغراءات كتير اوي عنده ضغوطات كتير اوي الاهلي مؤكد انه عنده كل التأدير وكل الاهتمام وكل الحرص على استمرار اتنين من افضل نجومه عبدالله وفاتحه لكنه الامر كله بيدرس بشي من التروى بشمهاندسي شوف انا مش عايز اعلق على الموضوع ده لان اي كلمة هتتقال هتكون يعني لها نترك الجهاز الفني والكابتن سادة والحفيز يعمل حتى نرى كيف تنتهي الامور وبعد ان تنتهي الامور ممكن نعلق ونحلل ونقول امرنا لكن اذا كان في اطار التحليل ممكن احلل لكن اطار الرأي لا مش هقول رأي طب ايه التحليل التحليل ان عبدالله كابتن عبدالله السعيد نبتدي واحد واحد كده اصبح لاعبا بمزاق خاص يؤدي دور واضح سواء في المنتخب او في النادي الاهلي تغير اداءه تماما 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 في السنوات الثلاث الاخيرة اصبح اكثر نطجا اكثر تطورا اكثر تأثيرا يحدث الفارق كل ده نتيجة ايه انه توجد في منظومة النادي الاهلي والنادي الاهلي بقدر ما استفاد منه اضاف اليه تماما هذه نقطة يجب على الجميع ان يدرك انا بستفيد منك اه انا بضيف اليك مؤكد انت يحدث لك اتطور ايوه اذا المعادلة اذا كنت هتتحسب واحنا بنوضعين الاعتبار النقاط دي يبقى ينبغن كلها تأثير دي نقطة النقطة التانية ان كابتن احمد فتحي لاعب مهم جدا 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 وهلاعب مقاتل لاعب يستطيع ان يعود بنفسه ويفرض نفسه على الساحة كلما يتصور بعض ان حصرت عنه الاضواء يستطيع ان يستردها بمجهوده وبقوته وايضا برصانة واداء الاهل الجماعي والاسرار على دعمه واعتقد ان الاثنين قد اضافوا والاثنين قد استفادوا من الوجود في النادي الاهلي هذا هو تحليل في حالة الغياب ممكن نقول ان لو غاب احدهم او كلاهما عن نادي الاهلي لا هو غياب مؤثر بالتأكيد لكن هل يستطيع الاهل ان يعود هذا الغياب مؤكد لان هو غاب للاصابة كثيرا غاب لأسباب اخرى كثيرا والاهلي يمضي قدما زي ما بيقولوا فانما نتمنى وهم في قمة العطاء وقمة النطق ان هم يظل في منظومة الاهلي حفاظا على الميكانيزم حفاظا على الانسجام حفاظا على ان خلاص الفريق وجد النغمة بتاعته الجماعية وهو غدا يعني شخصيته اكد عليها لان اللي جاي مهم جدا والوصول الى كأس العالم الاندية اصبح هو التحدي الاكبر امام الجاهز الفني والامل الاكبر لجماهيرو تحليل الموقف ان اذا بقي الاهلي وجماهيرو حيكونوا في منتاز سعادة و احمد فتحي و عبدالله سعيد حيكون قد اتخذ قرارا سليما لهذه اللحظة للمستقبل طب لنفرض ان الحسابات بقى كانت والاغراءات اقوى من ان هما يقوموها خلاص بارك الله و يستطيع الاهلي ان يعاودوا هما بقلبهم و عواطفهم لا يمكن مش هيتمنوا الاهلي الخير ولا يمكن حيكون دي نقطة فارقة في علاقتهم بالنادي الاهلي ده تحليلي للموقف اما رأيي فيعني مش كل ما يبدو يعني عسى ان تحبوا شيئا و شر لكم و عسى ان تكرروا شيئا وهو و يجعل الله فيه خيرا كسيرا خيرا كسيرا لا انا مش بقول الآية انا بقول المفهوم ما تغلطنيش بقى انا عرفك شيئك اه ما تصلح ليش دي عشان انا مش بقول الآية انا مش هفضها لكن عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى ان تكرروا شيئا وهو خير لكم ما خطر فيه يعني في اللحظة دي نوع من يعني انك ضحيت او بتاع لكن يحملك كثير من الخير هكذا الامر بالنسبة لله مش عايزين نزاعج مش عايزين نضغط عليهم كمان انتعرف ليه انا سألتك التفسير امبارح ركبت مع سواق تاكسي اولا بيسلم عليك زي اي حد اللي يشوفك او يشوفني اعتقد ان احنا لازم لكم قلت له كويس قال لي مش حرام اولا بعد كلمتين ثلاثة ادركت انه زمالكاوي قال لي بس على فكرة انا كنت بالعب في الاهلي قلت له لا كنت بالعب في الاهلي زمالكاوي قال لي لا انا كنت في الجيل بتاع الكابتن سادعو حفيز اه والكابتن ابراهيم عب صمت كان بيحبيني جدا وصعدني لفرقة الكابتن مصفى يونس 14 سنة وبعدين اه وانا في التمرين في التقسيم واحد دخل فيها جامد عوارني في رجلي فانفعلت فشتامته بلفظ وحش فالكابتن مصفى خدت قرار مشاني من النادي وقال ده ما يصحش يحصل في الاهلي قلت له امتي قالب بيتزم الكاوي قال لي اه فبدأ الكلام في حتة عبدالله السعيد واحمد فاتح ده مناسبة ان انا بقولك قال لي مش حرام تدفعه في صلاح محسن ثمانية وتلاتين مليون ولا ثمانية واربعين كل واحد بيضيف رقم براحته ثمانين مليون وما تدوش لعبدالله السعيد عبدالله السعيد ازاي ما يتساواش بصلاح محسن قلت له طب هو صلاح محسن خد الكلام ده قال لي اه دي النقطة اللي لازم ان الناس تعرفها بشكل كويس خلاش احنا يعني ياريتي اقبل وانا تساب لا ياريتي اقبل ويبقى ضعفه قلت له طب الاهلي لما جاب عبدالله السعيد بستة او سبعة مليون من اسماعيلي كان بيجدد له ابو تريكة وبركات ما خدش ابو تريكة وبركات ساعتها سبعة مليون جنيه وقت مع عبدالله جهد هالفكرة الستة مليون جنيه زي العشرين مليون جنيه النهاردة اه طبعا انما قلت له ده بياخدها النادي بتاعه اللعب بياخد العقد بتاعه اللي مع النادي قال لي يعني كان قلت له زي وزي بقيت الناس او الفئة بتاعته لكن فكرة ان انت الاهلي جاب لعب من نادي كذا فيعتقد الناس انه المقارنة طب ما تده عبدالله السعيد زي ما ديت صلاح محسن ده ما كانت زي ده لا فيه وجهة نازة تانية يقول لك ما هو انت العيد ده عندك وحيجددلك بدون ما تدفع فلوس لانه بتاعك ما اوكي ما انا لي اوكي ما اشتريت عاده ساعة لما انا جيبته لا برضو بالاضافة لا ضيف علي يا ابا خلص لا هو لازم يفهم ان انا دفعت 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 تمن انتقاله الرعاية والانفاق خلال الفطرة الماضية دي ما هذه تعادل اكثر بكثير من ان انا كن اجيب لعب جاهز يعني انا ما انفقه على اللاعبين صرفت علي كتير ما انفقه على اللاعبين لتطورهم صحيح وتأمنهم صحيح وانهم يعيشوا عيشة كريمة يفوق كثيرا من بدل انتقال اللي بيدفع في انتقال لعب جديد ايه واختبالة فهي لازم يعني هي حيث بها والنهاردة نمار نمار خرج من برشلونة كله تصار ان برشلونة حيتأثر وحيقع مش كده ونمار مازال يقدي كنمار لكن الاضواء حصلت عن نمار وبرشلونة يزداد توهجا لان المسألة مسألة كيان ايو اللعيب مهم جدا مهم جدا لكن الكيان لا يبنى على لاعب او اتنين واعتقد ان لو عبدالله سعيد او احمد فاتحي او حسام غالي او احمد متعب كلهم الكباتين الكبار دول اي واحد فيهم كان مسؤول حيشعر بقيمة هذا الكلام صحيح حيشعر بيه تماما يعني سواء في النادي الاهلي او في متخب مصر او في اي مكان اخر فالحزبة ليها ابعاد كثيرة ليها ابعاد كثيرة وليها نقطة كمان مضافة للكلام ده ايو كده انا مواطع خلاص انا بضيف لك المضافة لده ايه انه مهاجمع عبدالله سعيد واحمد فاتحي ارتباطهم بالنادي الاهلي ونجحهم مع المنتخب رفع اسهمهم رفع اسهمهم للمستوى اللي خلاهم يستحقوا هذه القيمة هذه القيمة المضافة الاهلي ساهم بقدر كبير جدا فيها كفاءة الاتنين اللعيبة او اي اتنين لعيبة غيرهم قبل ما يجوا النادي الاهلي لا لعيبة كويسين جدا لعيبة مهمين جدا لكن اضافوا للاهلي كثير والاهلي اضاف لهم الشيء العظيم بفضل كل الرعاية وكل الاهتمام اللي المهندس عادلي سردوا دلوقت بس هل فعلا ده معناه انه عبدالله السعيد واحمد فتحي ممكن يوبوا برا النادي الاهلي اه ممكن يوبوا برا النادي الاهلي وممكن يكملوا في النادي الاهلي على الجمهور انه يدرك حاجتين في كل الاحوال الاهلي ما بيقصرش مع لعيب مخلص جدا في عطاءه واحمد فتحي وعبدالله من اللعيبة المخلصين بجد بس خطوا في اعتباركو ده نقطة لازم توضح للجمهور مدير الكورة او الجهاز الفني او المهندس عادلي او مسؤول النادي اللي بيقرر حاجة زي كده بيدير فرقة كاملة بيدير فرقة كاملة بالمعنى الحقيقي يعني حسام عشور جدد شريف كرامي جدد وليد سليمان جدد انا لما اوسع الفوارق الكبيرة بين اللعيبة انا ما بحفظش على السيسم بتاع التيم نفسه على نظام الفريق اللعيب نفسه هيتفعتمنها زمايله هينفسنه عليه فهو التقدير للعب موجود بس التقدير للفريق موجود زي الاب اللي عنده اربع خمس ست ولاد مطلوب انه هينفق على ولد منهم بشكل كويس بس لازم ان يبص اللي بقيت اخواته يعني يمكن مصروف اللي في الجامعة يبقى زي مصروف اللي في السنة ويماشي لكن انا لو اعتبرت ان اللي في الجامعة ده ياخد كل الامكانات او سبعين في المئة من الامكانات وثلاثين في المئة على البيئين مش سليم لا يمكن ان تضار المؤسسات بعيزا نحن فليس بخلا من الاهلي على الاتنين اللعيبة للعظام دول اللي احنا بنفخر بيهم بنتمنى ان يبقيها في النادي الاهلي ولكن هي الحزمة زي ما انت بتقولها كده اه ان انا في الاول وفي الاخر حتى كابتن سيد عبد حفيز مدير الكورة لما اه هو عنده التجديد لعبدالله وفاتحي ودائم الاعداد معه بس ما هو اللي انجز كل البقيين في التجديدات هيعمل ايه لما يلبي اسهل حاجة ييجي دلوقتي يقول له عبدالله انت عايز عشرين مليون جنيه وفاق انديلك على عشرين مليون جنيه ويرفع توصيل المدير او لجنة الكورة بالموافقة طب وبعدين ماذا عن بقية اللعيبة كده يبقى نجح انا يا رأيي كده يبقى فشل طبعا ماذا عن بقية اللعيبة اللي انت خلقت هزي الفجوة اللي بينهم انت عندك فريق فيه تلاتين لعب وما شاء الله تلاتين نجب فيه فوارق او فيه فوارق بس ما تبقاش المسألة في الفوارق الاعتياد على الارقام بيه اللي غير موضوعية انا 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 ما بصش ان السعر برا ايه وعايش اخده هنا في مصر لا يمكن ده يكون الاقتصادية زي برا ولا عملية زي برا وفين ده الكلام ده واياه والدور ده مصر ده هيقفل بعد سنتين صحيح الدور مصري يقفل تعد هنا لو مش هنا في هذا الاتجاه واستمرنا عليه يعنى ما نفراحش يعنى ان ده يعجп ان تسقط بيرا والتاني شاطر واباها مش عارف ايه لا ده مش اقتصاديات karate ده تضخم النقطة الأخيرة بالمضافة لكلام الله النفس عدلي برضو ذي بتاعته هو مش بتاعتنا ان الان يمكنでは يديش للعیب ااعل عقل لكن يدي له أعلى مكاسب ليه لأنه فيه ليحة والأهلي شيء كويس قوي وشيء محترم في علاقته مع لعبته محاج بيتكلم على الأرقام وكل الأرقام التي تقرأها والتي تتبعها مش طبيعي ومش صحيح ومش دقيق خالص لكن المؤكد أنه فيه ليحة مكافئات مجزية جدا المؤكد أنه فيه ليحة بتحافظ للفريق على دوافع المكسب بالمباريات ومنسمى بالبطولات المؤكد أنه في نهاية السيزن الأهلي الأكثر فوزا بالمباريات الأكثر حصولا على البطولات لعبته الأعلى حصولا على المكافئات والحوافظ أنت بتكسب من إنتاجك أيوة يعني الحافظ مرتبط بالإنتاج والأهلي يقدم لك كلاعب متميز فريقا متميزا يساعدك على الفوز بالبطولات ومن ثم يضاعك من داخلك أيوة إذا أنت ما بصدتش كمان لديه إن أنا بستفيد إن الفرقة كلها تبقى معايا وفي ظهري وكلهم نجوم يبقى أنا مش حكسب بطولات ممكن أبقى نجمع أوحد فريق ومكسبش بطولات داخلي حيقل فأنا أكسب من إنتاجي هذا هو الأهلي أعلى داخل ولكن ليس أعلى عقد فأرجوكو ما تستمعوش لأي محاولات لتصدير معنى البخل على الأهلي أو إن الأهلي لا يكافئ لعبته أو مش مقدر نجومه بالعكس المسألة في أعلى درجات التأدير والحرص على المقابل الأعلى لأنه في النهاية اللعبة دي لعبة محترفة ولعبة بتعطي بإخلاص ولعبة مهمة جداً في الأهلي مش بس عبدالله السعيد وإحمد فتح كل لعبت الأهلي لعبة على درجة عالية من الكفاءة فتصدير فكرة إن الأهلي بخيل على لعبته أو إن الأهلي مش عايز يجدد لده أو لده ده مش صحيح على الإطلاق نتمنى إن شاء الله إن الأمور تحسن بشكل كويس تحقق الغرض للنادي الأهلي تحافظ على استقرار الفريق وده المهم جداً لأنه خلق الفوارق الشاسعة جداً بين العناصر مش حيكون في مصلحة الفريق كابتن مختار مختار حسب اليوم السابع بينصح عبدالله السعيد لو مشيت من الأهلي هتندم وده معنى سمعناه كتير جداً من كذا وحد لعبدالله ولأحمد فتح وفي النهاية لتنين لعيبة محترفين لتنين لعيبة كبار جداً لتنين قدوا للأهلي بإخلاص وإن شاء الله هيستمر عطائهم للأهلي بإخلاص بس إحنا في مفارق الطرق حابين نوضح المسألة علشان محدش ياخد الجمهور في سكة تانية مش صحيح كابتن مختار مختار بيقول نصيحته لعبدالله السعيد اللي وصفه بأنه أفضل لعب في مصر طلبه خلالها بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وإغلاق ملف الرحيل وقال مختار في حوار مع اليوم السابع عبدالله السعيد لعب عائل وموزون ولازم يعرف أنه لازم يكمل في الأهلي عشان مصلحته ولازم يجدد والعرض اللي قدمه له الأهلي عرض مناسب جدا وأضاف المدير الفني للإنتاج الحربي نصيحة لعبدالله بلاش تحترف برا الأهلي مقدم لك عرض كويس ماديا ومعك فرقة بتخدم عليك لو مشيت هيتأثر مستوك وهتندم دي يمكن نصيحة الكابتن مختار يا باش مهندس يعني مؤكد أنه هي الكابتن مختار يعني مصلحته ما بيمرنش في الأهل صحيح تغل بيخلص النصيحة وعلى فكرة المعنى ده تقلم من ناس كتير جدا يعني فأعتقد أن الكابتن عبدالله برضو برضو لو القرار سهل أنه يمشي كان مشي كان قفل الليلة دي ومشي من بدري لكن هو طبعا هو برضو عايش عايش نوع من الحوار دخلي المتعب جدا بينه بنفسه لا قادر يمشي ولا هين عليه ضحي بالمبلغ الضخم جدا فاكر أبوتريكا لما كان العرض بتاع الهلال السعودي وكنا راجعين بس أبوتريكا كان قبله لما لقى جمهور في بتاعه ويهتف لنا كده وفي وقع تمشي وتسيبنا قال خلاص خلاص أعلم برك الله وفي مرازق أي